الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه واشكره على فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا رسوله وعبده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره وسار على هديه من بعده أما بعد فهذا درس آخر من دروسنا في قراءة كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجه في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو كانت في دارنا محمود بن الربيع صحابي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وروا هذا الحديث قال فيه عقلت أي لازلت أحفظ وأفهم تلك الواقعة التي وقعت بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم حيث كنت عنده وأنا ابن خمس سنين فمجة مجة في وجهي أي أرسل الماء بقوة من فمه إلى وجهي من دلو وهو إناء كبير يضع فيه الماء كانت في دارنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زارهم في دارهم وفي رواية في بئر لهم ففي هذا الحديث صحة السماع من كان ابن خمس سنين وقد قال علماء الحديث لأن هذا حد فاصل بين من يصح سماعه وتحمله ومن لا يصح وأما التبليغ فإنه لا تقبل إلا رواية من بلغ وقبل البلوغ لا تقبل روايته لكنه يصح سماعه وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا يروي من الرواية إلا ما حفظها وعقلها وفهمها وفي هذا الحديث جواز مج الماء من الفم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على جواز استعمال فضل وضوء الإنسان وقد استدل به أيضا على الدعاء للصبيان بالبركة نعم حسن الله إليكم قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلي ما وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ما أوتيه من العلم بهذا المثال الذي ذكره فقال مثل ما بعثني الله به أي الوحي والنبوة التي أتى بها وما أتى به من الهدى والعلم كمثل الغيث يعني المطر الكثير أصاب أرضنا ينزل عليها فكان منها نقية يعني انقسمت الأراضي إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أرض نقية بمعنى أنها تقبل الماء ويمكن أن ينبت الماء فيها فهذا القسم استفاد من هذه الأمطار وبالتالي قبلت الماء وشربت الأرض الماء فنبت فيها الكلأ وهو النبات والعشب الكثير أي الرطب والقسم الثاني من الأراضي التي أصابها المطر أجادب بمعنى أنها أراضي تمسك الماء لكنها لا تنبت زرعا فأمسكت الماء وبالتالي تمكن الناس من استخراج هذا الماء فنفع الله بهذه الأجادب حيث أمسكت الماء فاستخرج الناس الماء فشربوا في أنفسهم وسقوا بهائمهم وزرعوا من ذلك الماء والطائفة الثالثة قيعان بمعنى أنها أراضي ملسى لا تمسك الماء بمعنى أنها لا يبقى الماء على ظهرها وفي نفس الوقت لا ينبت منها عشب ولا كلأ فبالتالي لم تنتفع بهذا المطر قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقها في دين الله فقها بضم القاف أي صار الفقه سجية له أما فقها بكسر القاف فمعناها أنه فهم والمراد الأول قال فذلك يعني هذا المثل الذي ضرب في نزول المطر الكثير على أنواع الأراضي المختلفة مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم في نفسه وعلم غيره وهذا مثل ومثل من لم يرفع بذلك رأسا أي لم يستفد من العلم والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية ضرب الأمثال من أجل التفهيم وتقريب المسائل وفي هذا الحديث أن ما جاء بأن اسم العلم إذا أطلق في لسان الشرع فالمراد به العلم الشرعي الذي جاء على لسان الأنبياء والذي نزل به الوحي وفي هذا الحديث أن العلم الحقيقي يكون بما جاء به الأنبياء وما نزل عليهم من الوحي وأن ما يضاد ذلك مما يظن أنه عقل وأنه محقق للمصلحة فليس علما بل هو نوع من أنواع الجهلي وفي هذا الحديث أن الاهتداء إنما يكون بما بعث الله به الأنبياء عليهم السلام وفي هذا الحديث بيان أن الأصل في المياه التي تنزل بالأمطار الطهارة فجوفا يجوز شربها والوضوء بها واستعمالها وفي هذا الحديث حل الكلأ والعشب وأن الأصل فيه الجواز ما لم يكن نابتاً في أرض مملوكة وفي هذا الحديث تفاوت رتب الناس كما تتفاوت رتب الأراضي وفي الحديث اختلاف درجات الناس في العلم وفي هذا الحديث أن الانتفاع بقدر ما يكون عند الإنسان من العلم الموروثي عن الأنبياء عليهم السلام وفي هذا الحديث أن النفع الذي يكون في الناس في الدنيا إنما ينطلق به مما جاء في الوحي وفي هذا الحديث الترغيب في سقي الماء وزراعة النباتات والأشجار وفي هذا الحديث تحريض الناس على أن يكونوا ممن فقها في دين الله تعالى وفي هذا الحديث فضل من تعلم العلم وفيه أيضا فضل من علم العلم الشرعي وفي هذا الحديث ذم من أعرض عن الكتاب والسنة وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتعلمه ولم يعلمه وفي هذا الحديث ذم من لم يقبل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم قال عن أنسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزناء وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين مرأة القيم الواحد قوله هنا إن من أشراط الساعة أي العلامات التي تدل على قرب قيام القيامة والساعة والعلامات على أنواع منها العلامات الكبرى التي تكون الساعة بعدها مباشرة ومنها علامات صغرى تحدث قبل قيام الساعة لكن لا يلزم أن تكون الساعة بعدها مباشرة وقوله أن يرفع العلم بمعنى أنه يقبض العلماء وبالتالي لا يبقى عند الناس علم وقوله يثبت الجهل أي يبقى الجهل في الناس ويظهر فيهم وقوله ويشرب الخمر أي يظهر ذلك عند الناس علانية وهكذا في قوله يظهر الزنا أي يكون تكون الفاحشة بمرأة من الناس لا يستطيع أحد إنكارها وقوله وتكثر النساء ويقل الرجال بمعنى أنهم يكونون على أعداد كثيرة قال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أي أنه يقوم عليهن رجل واحد ففي هذا الحديث بيان شيء من أشراط الساعة الصغرى وفي هذا الحديث الحرس على بث العلم ونشره في الأمة وفيه فضل العلماء ومنزلتهم ومكانتهم وأنهم من أسباب وجود الخير في الأمة وفي الحديث الحرس على إزالة الجهل عن الناس وفي الحديث مشروعية التقرب لله جل وعلا بمحاربة إظهار المعاصي الكبيرة كالخمر والزنا وفي الحديث أن الأصل أن يكون الرجال هم القائمين على أمور النساء وفي الحديث إثم الزنات وسوء أثرهم على الناس وفي الحديث التأكيد على تحريم الخمر وعدم جوازي شربه حسن الله عليكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أنا نائم أوتيت بقداح لبا فشربت منه حتى إني لأرري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم قوله هنا بين أنا نائم أي في الوقت الذي كنت فيه نائما رأيت رؤيا منامية أتيت أي أعطيت قد حلبا أي إناء فيه حليب من حليب بهيمة الأنعام قال فشربت منه أي من ذلك اللبن حتى إني لأرى أي لأشاهد وأنظر الري يعني اللبن الذي شربته ورويت منه يخرج من أظفاري أي يجري في عروقي حتى أنه يصل إلى أظافري وأطرافي ثم أعطيت أي ناولت وهبت فضلي أي بقية الإناء الذي شربت أوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا فما أولته أي ما تعبير هذه الرؤيا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم في هذا الحديث قص الرجل الرؤية المنامية التي رآها على غيره وفي هذا الحديث بيانوا أن مما يؤول به اللبن عند رؤيته في المنام العلم وفي هذا الحديث أيضا أن من الأمور المستحسنة في المنام شرب اللبن وفي هذا الحديث أيضا فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان ما كان له من المزية فيما يتعلق بالعلم وفي هذا الحديث دليل على جواز شرب الألبان وفي هذا الحديث أن فضل الماء والمشروب الذي شرب منه بعض الناس وبقي فيه فضله أنه طاهر ويجوز لغيره أن يشربه وفي هذا الحديث تعبير النبي صلى الله عليه وسلم للرؤية التي رآها مما يدل على جواز تعبير الرؤى وأخذ العبرة مما فيها حسن الله قال عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه ما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف على ناقته يخطب يوم النحر في حجة الوداع بمنان عند الجمرة للناس فجعلوا يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر كنت أحسب كذا وكذا فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر كنت أحسب كذا وكذا فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج قوله هنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته أي كان جالسا على الناقة فكان يخطب وكان يسمون من جلس على الناقة بإسم الوقوف ويوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة يوم الأضحى وحجة الوداع هي حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من سنوات الهجرة سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس فتوفي بعدها بأشهر ومنا مكان المشعر الذي يبيت الناس فيه ليالي أيام التشريق وهو بقرب مكة عند الجمرة أي قريب من مكان الجمرات التي ترمى فخطب للناس فجعلوا يسألونه أي تقدم طواف منهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مناسكهم وعن حكم أفعالهم فجاء رجل يعني أن رجلاً قام للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب منه فقال يا رسول الله لم أشعر أي لم أنت به كنت أحسب كذا وكذا أي كنت أظن أن الحكم والفعل في الحج على هذه الطريقة وبالتالي حلفت حلقت رأسي قبل أن أذبح وفقال النبي صلى الله عليه وسلم إذبح ولا حرج في هذا أنه قدم الحلقة قبل الذبح والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح ثم حلق وقال فجاء آخر أي رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر أي لم أنت به كنت أحسب أي أظن كذا وكذا فنحرت أي ذبح هديي قبل أن أرمي جمرة العقبة في يوم العيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي يعني جمرة العقبة التي ترمى في يوم العيد ولا حرج عليك فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر يعني من أعمال النحر في تقديم بعضها على بعضها الآخر إلا قال إفعل يعني استمر في فعلك وافعل الأمر الثاني ولا حرج أي لا حضر ولا تحريم ولا كفار ولا فدية عليك في ذلك في هذا الحديث من الفوائد خطبة خطبة للإنسان وهو واقف على الناقة وأنه لا حرج في مثل ذلك وفي هذا الحديث مشروعية الخطبة في يوم عيد النحر وفي هذا الحديث أن الجمرة داخل حدود ميناء وفي هذا الحديث سؤال الفقيه والعالم عما يحدث للإنسان عند أدائه للمناسك وفي هذا الحديث فتياء الفقيه وهو واقف على ناقته أو على مركوبه وفي هذا الحديث السؤال والفتياء عند رمي الجمار وفي هذا الحديث أن من ترك شيئا ناسيا أو لم يراعي الترتيب ناسيا أنه لا حرج عليه فيأتي بما بقي عليه من الأفعال وقد قال طائفة بأن هذا الخبر إنما هو في الناس أما من كان متعمدا فيلزمه الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرمي أولا ثم بعد ذلك يذبح ثم يحلق ثم يطوف بالبيت فهذه أعمال يوم النحر قد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والجمهور على أن الترتيب ليس بلازم وأنه يجوز تقديم بعضها على بعضها الآخر فمما دل عليه الحديث جواز الحلق قبل الذبح وهذا وهذا مذهب الجمهور وقال طائف إنما يجوز ذلك عند الجهل والنسيان وقال طائف من فعل هذا فإنه لا فإنه يؤاخذ بذلك وعليه فدية فيه والصواب جواز تقديم الحلق على الذبح لهذا الحديث وقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة استدل به الحنفية على عدم جواز تقديم الحلق على الذبح والجمهور يجيزونه ويقولون الآية ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني أنه لا يجوز الحلق إلا إذا جاء وقت جواز الذبح حتى ولو لم يحصل الذبح فقوله محلة يعني الزمان والمكان الذي يجوز ذبحه فيه ولذا لم ينهى عن الحلق قبل الذبح وإنما نهى عن الحلق قبل أن يبلغ الهدي محله وقوله هنا إذ إذ بح ظاهر هو فعل أمر ولكنه ورد جوابا عن سؤال وبالتالي لا يكون على أصله ووجوب الذبح على المتمتع قد ورد في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وقوله ولا حرج أي لا تحريم ولا إثم عليك وفي هذا الحديث جواز الذبح قبل الرمي والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الرمي على الذبح لكن الحديث يدل على جواز النحر قبل الرمي وقد قال بذلك طوائف من أهل العلم وقال طائف لا يجوز إلا لمن كان ناسيا أو جاهلا وقال حديث الباب في ذلك فإنه قال لم أشعر وقال طائف بعدم جواز هذا ولعل القول الأول أظهر فإن قول السائل لم أشعر هذا يتعلق به وليس قيد وشرط في الحكم وقوله ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يعني من أعمال يوم النحر بهذا أن الترتيب بين أعمال يوم النحر ليس من الواجبات وأنه يجوز تقديم أيها على بعضها الآخر وهذا الحديث إنما هو فيما قدم أو أخر وليس فيما ترك ولم يفعل حسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في حجته يوم النحر بميناء فقال رجل زرت قبل أن أرمي قال لا حرج وسئل فقال ذبحت قبل أن أرمي فأوم بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأوم بيده قال ولا حرج وسئل فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج قوله هنا سئل يعني أن بعض المستفتين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وهي حجة الوداع السنة العاشرة يوم النحر أي اليوم العاشر منذ الحجة بميناء المشعر الذي يجب المبيت فيه ليالي أيام التشريق فقال رجل مستفتيا سائلا النبي صلى الله عليه وسلم زرت أي طفت طواف الإفاظ طواف الزيارة قبل أن أرمي جمرة العقب في يوم العيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فصحح طوافه وأمره بالرمي وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رجل آخر فقال ذبحت أي نحرت هدي قبل أن أرمي جمرة العقب في يوم العيد فأوما أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال ولا حرج أي جوز لك ذلك ولا حرج عليك فيه فقال رجل آخر حلقت يعني شعري ورأسي قبل أن أذبح الهدي في يوم العيد فأوما يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال ولا حرج يعني لا إثم عليك في ذلك وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رجل قال رميت أي جمرة العقبة بعدما أمسيت يعني بعدما جاني المساء والمساء يبتدئ بآخر النهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج في هذا الحديث من الفوائد الرجوع إلى أهل الفتوى والعلم لسؤالهم عما يشكل من وقاع الناس وحوادثهم وفي هذا الحديث جواز تقديم طواف الإفاظة على الرمي بحيث ينطلق الإنسان من مزدلف إلى مكة فيطوف طواف الإفاظة ثم يعود إلى ميناء ليرمي جمرة العقبة وفي هذا الحديث جواز تقديم الذبح على الرمي كما قال بذلك أكثر أهل العلم وفي هذا الحديث جواز الحلق قبل الذبح كما قال الجمهور خلافا للحنفية وفي هذا الحديث جواز تأخير رمي جمرة العقبة لما بعد الزوال وهذا محل اتفاق وإنما وقع الخلاف بينهم في تأجيل الرمي إلى ما بعد غروب الشمس فأجازه طواف وسدل بحديث الباب فإن قوله بعدما أمسيت كما يشمل ما بعد الزوال يشمل ما بعد الغروب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من السائل ماذا أردت بقولك بعدما أمسيت فدل هذا على جواز الرمي بالليل كما دل على جواز الرمي بعد الزوال وقال طائفة بالمنع من الرمي بعد غروب الشمس وهو مذهب أحمد قول كثير من الشافعية وقال بأن حديث الباب إنما جاء في سائل سأل في يوم العيد وهذا معناه أنه لم يحل المساء بعد وبالتالي فالحديث إنما يسلق على مر ما بعد الزوال لا مر ما بعد غروب الشمس ولأظهر أن اللفظة شاملة وأنها تشمل ما قبل الغروب وما بعده قد استدل بهذا الحديث على أن من رمى وحلق وتحلل التحلل الأول ولم يطف حتى غربت عليه الشمس أنه لا يلزمه أن يعود إلى الإحرام مرة أخرى لأنه لو كان ذلك لازم لا أجبه على ذلك السائل الذي قال رميت بعدما أمسيت وقد ورد في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يطف طواف الإفاظة حتى غربت عليه شمس يوم العيد أن يعود للإحرام مرة أخرى وهذا الحديث ورد من طريقين أحدهما عند أبي داود والثاني عند الطحاوي في أحدهما ابن لهيعة وهو ضعيف وفي الآخر راوي مجهول ولا ظهر أن رواية مجهول العين لا ترفع درجة رواية الضعيف وبالتالي فإن الصواب تضعيف تلك الرواية حسن الله إليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل قال القتل القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى بلي به وحتى يتطاول الناس في البنيان ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقوم من الساعة وقد نشر الرجلان ثوبه ما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطيانه ولا تقوم من الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقوم من الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقوم من الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها قوله في هذا الحديث لا تقوم الساعة أي أن من العلامات الصغرى التي تكون قبل قيام الساعة ما يذكر في هذا الحديث والحديث إنما أتى بعلامات صغرى ولم يأتي بالعلامات الكبرى فمن تلك العلامات أولاً اقتتال طائفتين من هذه الأمة يكون بينهما مقتلة عظيمة أن يقتل فيها من الطائفتين أعداد كثيرة دعواهما واحدة أي أنهم جميعاً يسعون إلى هدف واحد ومع ذلك اقتلفوا وتقاتلوا وسفكوا دماء بعض العلامة الثانية أن لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون أي أناس يدعون زوراً وكذباً أنهم أنبياء لله تعالى حتى يبعث أن يوجد ويخلق دجالون أي كثير الدجل والخرافة على الناس كذبون أي يكثر منهم الكذب قريباً من ثلاثين شخصاً كلهم يزعم أن يدعي أنه رسول الله أي رسول مرسل من عند الله جل وعلا كذبون الذين ادعوا النبوة أعدادهم كثيرة والذي يظهر أن المراد أولئك الذين لهم شأن وجد لهم أتباع كثر ثم العلامة الثالثة ألا تقوم الساعة حتى يقبض العلم أي يرفع العلم بموت العلماء وتكثر الزلازل زلزال اهتزاز الأرض لإضطراب في طبقاتها ويتقارب الزمان أن يمضي سريعاً وينقص العمل أي أن إقدام الناس على الطاعات يصبح قليلاً قال ويلقى الشح أي أن البخل يظهر في الناس ويظهر الجهل أي عدم العلم بالأحكام الشرعية يكون ظاهراً أو أن المراد به مخالفة الشرع وهكذا تظهر الفتن هي الحوادث التي تزيغ بها الأذهان بحيث لا تصبح العقول تميز بين معروف أو منكر ويكثر الهرج أن ينتشر وتتعدد حوادثه فقيل يا رسول الله ما الهرج فقال صلى الله عليه وسلم بيده هكذا فحرفها أي حركها جهة أخرى كأنه يريد القتل فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين بالإشارة ثم بين باللفظ فقال القتل يعني يريد القتل القتل ومن العلامات أن يكثر فيكم المال فيتعدد حتى يفيض ويصبح فوق حاجة الناس حتى يهم رب المال أن يهتم لذلك ويتشكك فيه ورب المال مالكه وصاحبه من يقبل صدقة يعني لا يجد من يقبل الزكاة التي يدفعها حتى أن صاحب المال ليعرض زكاة ماله على من يظنه محتاجا فيقول الذي يعرض المال عليه لا أرب أي لا حاجة لي فيه ومن علامات الساعة أن يتطاول الناس في البنيان بحيث يصبحون يبنون الأدوار العالية على جهة المفاخرة والمباهات ومن العلامات التي تكون قبل قيام الساعة أن الرجل يمر بقبر الرجل أي بالمكان الذي دفن فيه فيقول يا ليتني مكان أن يتمنى أن يكون ميتا وقد قبر في المكان الذي فيه ذلك الميت المقبور ثم ذكر علامة من العلامات الكبرى لقيام الساعة فقال ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من جهة المغرب فإذا طلعت الشمس من جهة المغرب والعادة أنها تطلع من جهة المشرك فإذا طلعت من جهة المغرب ورآها الناس وشاهدوا طلوعها من جهة المغرب حين إذن يؤمنون جميعا ولكن هذا الإيمان لا ينفع هم وذلك لأنه قد اشترط في التوبة والإيمان أن لا تكون في حال قيام الساعة كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتي أهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وذكر علامة أخرى فقال ولتقوم النساعة أي وقت قيامها وقد وجد رجلان يتبايعان أحدهما يبيع الثوب على الآخر فيقول له دعني أشاهد هذا الثوب فينشر الثوب من أجل أن يطلع عليه المشتري لكنهما تقوم الساعة في تلك الحال فلا يتمكنان من إمضاء البيع ولا يتمكنان من إمضاء ولا طي الثوب ومن العلامات التي ذكرت في هذا الحديث للساعة أن الرجل في يوم قيام الساعة ينصرف ينصرف وقد حلب ناقته ولم يشربها بعد فينصرف بلبن لقحته ويناقته فلا يتمكن من شربه ولا يطعمه هكذا وهكذا أُكْ أُكْلَتَهُ طعام الذي يريد أن يأكله إلى فيه فلا يتمكن من إمضاء تلك اللقمة وإدخالها في جوفه بهذا الحديث الذي قبله الفتئ بواسطة الإشارة سواء كانت إشارة يد أو رأس وفي هذا الحديث بيانوا أن من العلامات الصغرى لقيام الساعة هذه العلامات المذكورة في هذا الخبر وفي هذا الخبر أنه قد توجد خصومة بين اثنين في أمر دعواهما فيه واحدة وفي هذا الحديث ذكروا شيء من علامات الساعة التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن الفتن التي تزيغ بها القلوب تنتشر في الأمة وفي الحديث ذكر الزلازل والعلامات الكبيرة وفي هذا الحديث أيضا فضيلة السخاء والكرم وكراهية البخل وفي هذا الحديث مبادرة الإنسان بالصدقة قبل ألا تُقبل صدقته وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث أنه في آخر الزمان يغتبط إلى أموات ويتمنى الأحياء أن لو كانوا أمواتاً لكثرة ما يُعرض عليهم وفي هذا الحديث شيء من أمور الزهد الحقيقي وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث تحريم الاقتتال بين المسلمين وفي هذا الحديث تحريم الكذب والدجل خصوصاً إذا كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا نبوة بعد الإسلام وفي هذا الحديث التنويه بفضل العلماء والتحذير من فقدهم والأمر بالسعي في إظهار علماء للأمة يعودون إليها وفي هذا الحديث أن العلم سينزع ويُقبض بقبض العلماء في هذا الحديث بيانوا أن من علامات الساعة أن تكثر الزلازل بين الناس ومن علامات الساعة أن تمضي الأوقات لا يستشعر الإنسان بمضيها وفي هذا الحديث استحباب إكثار الإنسان من العمل الذي يُطيع الله به ما لم يكن إثما في هذا الحديث الأمر بالكرم والنهي عن البخل والشح وفي هذا الحديث التحذير من الجهل وانتشاره والأمر ببذل الأسباب مؤدية إلى انتشار العلم وفي هذا الحديث التحذير من سفك الدماء والتسلط على الآخرين في دمائهم بلا مُقتضٍ شرعي في هذا الحديث أن من تُكُلِّم معه بلفظة لا يفهمها فعليه أن يسأل عنها وأن يستفصل عن المُراد بها كما قال هنا في كريمة الهرج وفي هذا الحديث حرص الرجل على أن تُقبل زكاته وصدقته بالتحرُّز في هذا الباب في هذا الحديث أن من استغنى عن أخذ الزكاة لم يجز له أن يأخذ منها في هذا الحديث أن من شأن الناس في آخر الزمان أن يتطاولوا في البنيان لحيث كل منهم يدّعي أن بنيانه أطول من بنيان غيره في هذا الحديث أنه عند فساد الزمان وكثرة الفتن يتمنى الرجل لو كان من الأموات قد استدل بهذا طائف على جواز تمني الموت لمن خاف على نفسه من الزيغ والفتنة وفي هذا الحديث أن من علامات الساعة طلوع الشمس من جهة المغرب وفي هذا الحديث أنه إذا طلعت الشمس من جهة المغرب فحينئذ لا ينتفع الناس بأعمالهم ولا بإيمانهم ولا بما يستجد لهم من أمور أو نيات وفي هذا الحديث أن الأعمال الأعمال تدخل في مسمى الإيمان لقوله أو كسبت في إيمانها خيرا وفي هذا الحديث جواز بيع الثياب وأنه لا حاج في ذلك وفيه أن من أراد أن يشتري شيئا من الثياب فعليه بنشره ليطلع على ما فيه وفي هذا الحديث جواز طي الثياب وفي هذا الحديث جواز حلب بهيمة الأنعام ناقة كانت أو بقرة أو شاه وفي هذا الحديث جواز الشرب من الألبان في هذا الحديث تصلاح أحواض المياه وتهياتها وفي هذا الحديث أنه عند قيام الساعة يشغل الإنسان عما كان يهمه وفي هذا الحديث أن الناس إذا قامت الساعة لا يتمكنون من فعل شيء ولو كان يسيرا من مثل يدخال الطعام في الجو ونحو ذلك فهذا شيء من شرح هذه الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلني وإياكم ممن رزق العلم وأمن من الفتن وارتفعت درجته وعلت منزلته كما يسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمور المسلمين للخير والهدى هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر